موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طالبة السادسة العدادي في الوحدة الخامسة من الدرس الأول من القرآن الكريم من صورة الأنبياء هذه الآيات آيات الحفظ فيها سبع آيات نتلوها عليك عزيزي الطالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إن لا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الآيات عزيز الطالب هي آيات الحفظ الكريمة أولا نأتي إلى بعض من مفردات هذه الآية الكريمة التي جاءت في النص الكريم من ذكر شيء من القرآن لا هي منشغلة بالباطل محدث جديد أنزل أسر النجوة يحدث بعضهم بعضا سرا بصوت منخفض أضغاث أحلام مجرد أخلاط رآها في المنا افتراه اختلقه كذبا ولم يوحى إليه أهل الذكر أهل المعرفة بالتوراة والإنجيل بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ويؤكد فيها اقتراب وقت الحساب للناس على أعمالهم ومع ذلك في الكفار معرضون عن الهدى والاستعداد ليوم القيامة بل لاهين غافلين عن ذلك اليوم الرهيب وما يأتيهم شيء من الوحي ومن القرآن العظيم يتلى عليهم إلا كانوا في معزل عن هذا السمع وكانوا في حالة لهو واستهزاء فقلوبهم ساهية غافلة عن كلام الله وكان كفار قريش يقولون فيما بينهم خفية أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يدعي الرسالة هو شخص مثلنا لا يختلف عنهم في شيء وأن ما جاء به من القرآن إنما هو السحر ليس إلا فأكد الله سبحانه وتعالى هذا في الرد شبه عن رسول الله أن هذا ليس سحرا وليس كهانة وليس كذبا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي يعلم القول في السماء وفي الأرض فلست بساحر لست بشاعر لست بكاذب وحاش رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله فرد النبي قائلا أن ربي يعلم القول في السماء والأرض ويعلم ما تسرون من حديثكم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم وهذا تهديد لهم ووعيد فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فسبحانه وتعالى رب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء بل جحد الكفار القرآن الكريم بأن قالوا بأنه أضغاث أحلام وأنه قول هو اختلقه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وما آمنت قبل كفار مكة من قرية إلا وطلبت المعجزات من الرسل وتحققت هذه المعجزات لكن كذبوا أفيؤمن كفار مكة إذا طلبوا معجزات وحققها رب العالمين لهم هل يؤمنوا؟ أجاب الله أنهم لن يؤمنوا لأن الأنبياء جميعهم الذين سبقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءوا بالمعجزات وما كان من قومهم إلا أن كذبوهم فنبي الله صالح جاء بالناقة آيات موسى العديدة عليه السلام آيات عيسى عليه السلام والمعجزات التي جاءوا بها إلا أن الكفار الكفار لم يصدقوا فكذلك أهل مكة وكفار مكة عفوا سيكون حالهم كذلك وما أرسلنا قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل إلا بشر نوحي إليهم ولم يكونوا ملائكة فاسألوا يا كفار مكة أهل العلم من أهل التوراة والإنجيل كيف كانوا الأنبياء الذين سبقوا رسول الله كانوا بشرا كسائر البشر وما كانوا خالدين لا يموتون ثم صدقنا الأنبياء بما وعدناهم من نصر رلهم وللمؤمنين ومن إهلاك المكذبين المجاوزين حد الكفر والضلالة فبين الله سبحانه وتعالى فيما بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى عزة وشرف المؤمن أنه يتبع الله ورسله ويتذكر ما عليه من أوامر ويلتزم بها ويتجنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى وذكرنا الله سبحانه وتعالى بالقرى الظالمة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بآيات الله وتكذيبهم لرسل الله كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم فهذه الحالة التي عليها الكفار من جحود ومن نكران ستكون عاقبتها الحلاك والخذلان فذكر الله سبحانه وتعالى أن ما يحصل من الكفار من السخرية من الاستهزاء بآيات الله وبرسل الله سيكون حتما الهلاك وأنهم يهلكون أنفسهم وأن هذا الحصاد هذا الزر سيحصدون حصاده في الدنيا ومن ثم في الآخرة وبيّن الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات وهذه الأرض وما بينهما ولم يكن هذا الخلق عبثا وإنما خلقهما دلالة على قدرته ووحدانيته ليعتبر الناس ويستدلون بالخلق على وجود الخالق الذي لا تصح العبادة إلا له سبحانه وتعالى ولو أراد الله أن يتخذ لهوا من الولد أو الصاحبة حاش الله تبارك وتعالى لاتخذه من عنده لا من عندكم وما كان الله ليفعل ذلك حاش الله تبارك وتعالى لاستحالة أن يكون له ولد أو صاحب أو مثيل فهو أجل وأعظم فهو أجل وأعظم عن اللهو والعبث بل بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية التي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فهذه آية عظيمة فيها صورة بلاغية بأن الله سبحانه وتعالى يرمي بالحق المبين على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق مضمحي ولكم العذاب في الآخرة أيها المشركون من وصفكم الله تعالى بغير صفاته اللائقة لله تبارك وتعالى فكل ما في السماوات والأرض ولا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى ولا يعلم ما على الأرض وما في السماوات إلا هو سبحانه وتعالى والذي عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله بل لا يملون ولا يقصرون فيها كما يستكبر هؤلاء المشركون فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده والذي خلقه فهم في عبادة دائمة يذكرون الله تبارك وتعالى فالملائكة يمزهون الله يعبدون الله بدون انقطع فكيف تجعلونهم شركاء لله فتبارك الله رب العالمين وأكد الله سبحانه وتعالى في آياته العظيمة أن المشركون يتخذون من غير الله آلهة يعتقدون أنها تضر وتنفع وتحيي وتميت فقل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الكلام غير منطقي وأن الله سيؤتيهم بالحجة والبرهان على أن هذه الأصنام وهذه العبادة هي ضلالة وكفر فلو كان في الأرض أو في السماء إله غير الله لماذا حصل في السماوات والأرض؟ لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لا يمكن أن يكون هناك آلهة متعددة لا يمكن فالله واحد أحد وهذا الخلق العظيم من السماوات من الأرض من البحر من كل ما على الأرض هي دلائل قدرة وعظمة ودلائل وحدانية لله تبارك وتعالى وليس في القرآن الذي جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم والكتب السابق دليل على ما ذهبتم إليه من ما أشركتم بالله جهلا وتقليدا فهذا الأمر هو إعراض عن الحق وإنكار للحق وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من رسول قبلك إلا أوحينا إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدوه وحده فالتوحيد أساس الدين وقد بعث الله جميع رسوله ليدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده أهم ما في هذا النص الكريم هو أن وقت الحساب الناس قد اقترب ودنى وأنهم مستغرقون في ملذاتهم من مغريات الحياة غافلون عن ذلك اليوم الرحيم ثانيا أن الكافرين المكذبين يشهدون هلاك الأمم السابقة ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون حتى إذا ما جاءهم العذاب رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغاثة ولكن هيهات لذا يجب على الناس أن تضع الآخرة نصب أعينها وتعمل لها لتنال الجزاء الأوفى إن خلق السماوات والأرض ليس عبثا وإنما هو دلال على قدرة الله ووحدانيتهم ليعتبر الناس ويعلموا أن الله هو القوي القادر أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد ولو كان في الوجود آلهة غير الله لفسد نظام الكون كله لما يحدث بين الآلهة من اختلاف وتنازع في الخلق والتدبير إذن هذه أهم ما ترشد إليه الصورة الكريمة من أهم ما فيها من آيات ودلائل إلى هنا ينتهي درسنا لهذه اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر